السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم عزيزا المتابعين برحب فيكم نيما كنتوا عم تتابعوني رمضان كريم واهلا وسهلا فيكم جميع اليوم عامت لكم حالة كتير طيب ورائع المذاق حضرتوا قبل رمضان بيومين وقلت مناسب لشهر رمضان ونزلكم وصفي هلا بدون فرن وبدون طحين وبيض وكمان بدون سميد رائع المذاق بتمنى يعجبكم فيكن اتقدموه مع الاشطاء العربية او رح احكي عن البدائل ضمن الفيديو هلا مشا ما طول عليكم اكتر من هيك بتمنى ذكيتو عم تحضروا قناتي الاول مرة تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات فضلا وليس امرا واهلا وسهلا فيكن جميع وهلا خلنا نشوف طريقة التحضير مع بعض اول شي رح افرغ كوب من السكر بديك ارملو على نار هادي جدا ما بضيف عليه ابدا اي شي هاي المرحلة انا اخدتها من مرحلة عمل فيديو المفروكي نفس الفكرة بالاول بنكرمل السكر وكوب واحد فقط بس بلش يدوب منبلش بالمعلقة مندوب حبيبات السكر لحتى يدوب بالكامل وسر عنا هيك خليط ناعم خالي من التكتلات بهذا الشكل شايفين هلا رح اضيف عليه كوب وربع من الماء العادي من الحنة فيه بضيفه شوي 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 شايفين كيف بلش السكر يطلع مشان ما يكب لبرا ويجي علينا ويحرقنا وننتبه كتير مني احنا عم نحط المي هلا تتشكل عندي كتلي من السكر بدي دوبها كلها بالكامل هلا هون رح اقوي النار شوي بالبداية اذا كنا حاطين السكر على نار هادية كونه صار عنا ماء منعلي درجة الحرارة منبلش منحرك لحتى تدوب عنا كتلة السكر بالمرحلة الثانية رح نحتاج لكوب من جوز الهند نصف كوب من النشا الحليب عندك كوب ونص وعندي ملعة طعام كبيرة من ماء زهر وملعة طعام كبيرة من الزبدة ها هي المكونات اول شي رح فرغ الحليب كوب ونص ببعاء وحط معن النشا دي دوبو حتى ما يكتل معي هيك صار تمام عندي قالب او اي صيني متوفر عنكن دهنتوا بشوية زيت عندي كتلة السكر دابة كلها بالكامل بدي نزل هلأ خليط الحليب مع النشا الكورنفلاور رح احط معلقة الزبدة تعطيها نكهة طيبة وكمان قوام ممكن تحطوا معلقة سمنة بحال ما توفرت الزبدة رح احط هلأ كوب جوز الهند ما بتدخيله قدي الطعمي بتاخد العقل نكهة الكراميل مع جوز الهند والنشا هلأ بعد ما اتماسكت الخلطة بخفف النار للهادي جدا وبلش بحرك لحتى ينطبخ النشا كتير منيح وما يبقى طعمة نيء ابدا للمزيج هلأ برفعه رح ضيف عليه معلقة ماء الزهر ممكن تحطه فانيلا ممكن تحطه ماء ورد حسب ما بتحبه بس ماء الزهر كتير مناسب مع هاي الاكلات هلأ رح افرغ المزيج بالقالب بصير عندي قاعدة بمسد المزيج اللي حتى يصير عندي سطح القالب او الصينية متساوي هادا القالب ماء سو 18 هلا رح اخليه يبرد لمدة ساعة بالبراد وبعدين منحط عليه القشطة او بتحطه كريمة شانتي بتخفقوه مع شوية حليب بارد او بتحطه علبة قشطة القيمر بس القشطة العربية او المغلية انسب شي معه اذا ما توفره عنكم انا نزلت مسبقا طريقته بقناتي رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف هلأ هاي جاهز يشغل محل رح ارفع هلأ حواف القالب ممكن تزينوه بايشي بتحبوه ممكن تحطو فستو او ورد جوري مطحون ويقدم عن جد جربوه رائع المذاق وطعمته لذيذي وشغله كتير سهل ما بياخد مجهود بتمنى هالوصفي تكون نالت اعجاب كون وتجربوه اكتر من رائعة جميع المقادير بصندوق الوصف اذا بتحبو كمان تشوفو طريقة عمل المفروكي اللي قدمتها من كم يوم بالقناة رح اترك لكم كمان الرابط بصندوق الوصف ورح اترك لكم رابط لقائمة حلويات رمضانية جربوه مع مقبلات هلا صار لازم ودعكن اذا عجبكن المقطع وشفتوني بستاهل اضغطوا على زر اللايك ورفعوا لي الفيديو وعملوا مشاركة واشالله بشوفكم الفيديو جديد كونوا على الموعد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة